تأثى من صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس التونسي قيس سعيدة ضرورة الحيادة الكامل تجاه الانتخابات التشريعية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي وخلال اللقاءه وزير الداخلية توفيق إشارة في الدينة قال الرئيس التونسي إن تطهير البلاد ممن وصفهم بلعابثين بمقدرتها لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل مشددا على ضرورة المساواة بين الجميع أمام القضاء ومحاسبة كل من يتجاوز القانون أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون لتمويل الحكومة بقيمة 1.7 تريليون دولار يقدم تمويلا عسكريا قياسيا ويرسل مساعدات إلى أوكرانيا وتمت الموافقة على مشروع قانون الإنفاق على أساس تصويت حزبي إلى حد كبير بموافقة 225 صوت مقابل 201 بعد موافقة مجلس الشيوخ في وقت سابق ويقصص مشروع القانون 45 مليار دولار لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا كما وقع رئيس الأمريكي جو بايدن قانون ميزانية الدفاع العام لـ 2023 بقيمة 850 مليار دولار والذي يوفر 800 مليون دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا وقال بايدن إن الوثيقة تسمح بتخصيص اعتمادات السنة المالية لوزارة الدفاع الأمريكية وبرامج الأمن القومي التابعة لوزارة الطاقة ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي والاستغبارات مشيرا إلى أن القانون يتضمن سلطات مهمة لدعم الدفاع الوطني وشؤون الخارجية والأمن الداخلي طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من رؤساء شركات تصنيع الأسلحة بذل قصار جهدهم لضمان حصول الجيش الروسي على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاج إليها لدعم العملية العسكرية في أوكرانيا وخلال زيارات أجراها لأحدى مراكز تصنيع الأسلحة قال بوتن أن العملية العسكرية تأتي في إطار جهد وصفه بالتاريخية لمواجهة ما سمه التأثير الزائد عن الحد للقوى الغربية على الشؤون العالمية مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية التي يجب أن تأتي على رأس الأولويات هي تزويد الوحدات وقوات الخطوط الأمامية بالأسلحة والمعدات والذخيرة بالكميات اللازمة والجودة المناسبة في أقرب وقت ممكن بدأت السلطات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية هدم معظم مبنى مصرح دراما بالمدينة الذي تعرض لقصف جوي في مارس الماضي وقال مسؤول الروس أن عملية الهدم جزء من خطة لإعادة بناء المصرح في مدينة ماريوبول ونقلت وكالة التاس الروسية الأنباء عن مدينة المصرح إيغور صولنينة قوله أن عملية الهدم لم تشمل سوى الجزء غير الصالح للترميم مشيرا إلى أنه سيتم استكمال إعادة بناء المصرح بحلول نهاية عام 2024 أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت إحدى منشأة الطاقة التابعة لشركة أوكرانية ما أصفر عن توقف المحطة عن توليد الكهرباء وذكرت وكالة أنباء يوكر يونيفورم الأوكرانية عن تقرير الشركة أن الجيش الروسي قصف المنشأة بشكل مكثف قالت الوكالة الدولية للتاقة الذرية أن المدير العام للوكالة رفايل جروسي سيواصل قريبا المشاورات مع ممثلي روسيا وأوكرانيا حول إنشاء منطقة لحماية الأمان والأمن النوويين حول محطة ذابورجيا للتاقة النووية وذكرت الوكالة أن جروسي عقد اجتماعا مع كبار المسؤولين الحكوميين الروس في موسكو بمن فيهم المدير العام لشركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية أليكسي ريخاتشوف هذا وتستعد الوكالة الدولية للتاقة الذرية لنشر فرقها على أساس المستمر في أربع منشآت نووية أوكرانية أخرى من بينها موقع تشيرنابل دعت بريطانيا كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووية وقالت الحكومة البريطانية أن الاختبارات المتكررة لبيونج يانج لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية يعد تهديدا لشركائها الإقليميين والأمن العالمية كما أشرت الحكومة البريطانية إلى أن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية يعد خرقا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي داعية بيونج يانج للعودة إلى الحوار واتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي بطريقة كاملة وقابلة للتحقق لا رجعت فيها ختم موجة الثامنة فاصل وأنا أود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر